بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسلاما فيكم بهذا الفيديو الجميل المقدمة من قبل فريق السوس ضمن هذا الفيديو هنحكي نحن كيف نجزر أعداد كبيرة بدون ما نكون حافظين مربعات الأعداد يعني نحن عادة منقول للطلاب اللي بدون يفوتوا على فحص قدرات مثلا أو فحص قبول جامعي مثل اليوز بتركيا أو السات أو إلى آخره أنه يحفظوا مربعات الأعداد من الواحد لثلاثين هلأ بهي الطريقة صار بتقدر ترزر أي عدد بالدكية طبعا في حال كان قابل للجزر هنشوف مثال صغير بس طبعا نحن لازم على الأقل نكون حافظين مربعات الأعداد من الواحد للتسعة وهدول أكيد حافظينه من الابتداء واحد مربع لعند تسعة مربع لاحظ أنه أنا الأرقام اللي بتهمني حاططها باللون الأصفر طيب هنشوف مثال كيف بنقدر نزر رقم مثلا إذا كان عندي الرقم خمسة سبعة ستة خمسمية وسبعة وستين خمسمية وستة وسبعين مو سبعة وستين خمسمية وستة وسبعين لو كنت حافظه أنا جزره 24 بس أنا ما ليحافظ قديش أنه 24 مربع هو 576 بس حافظ من الواحد مربع لتسعة مربع طيب شو الطريقة قال بيجي بطلع للون الأصفر بيطلع على الرقم الأولاني هو ستة بيجي لهون وين في عندي ستة في عندي هون وهون أربع مربع ستة ستة مربع ستة وثلاثين إذن جزره 576 هو بدايته إما أربعة أو ستة طيب أنا شلون بدي أقرر بسخط على هدول الرقمين بعد ما أشخط على هدول الرقمين والتنين مربع أربع والأربع قريبة كتير من الخمسة أقرب مربع طيب هلا هاي الاتنين بضربها بثلاثة بيعطينا ستة هل الرقم خمسة أصغر من الستة؟ إذا كان أصغر فباخد الرقم الأصغر هون لذلك جزره 576 هو أربعة وعشرين مثل السحر ما فهمنا لنشوف مثال تاني مثلا إذا كان عندي عدد ألف وخمسمية اكتبوا بالأبيض ألف وخمسمية ووحد وعشرين قديش جزره 1521 طبعا أكيد ما ليحافظه أنا رقم كبير طيب نلجأ لطريقتنا معناته بتطلع على الواحد اللي هون بالبداية وبتطلع هون وين في عندي واحد في عندي هون واحد وهون واحد لذلك جزره 1521 بدايته الجواب يعني إما واحد بدايته هيكون أو تسعة مين بيحدد هلا ما نشوف نشخط هلا على هدول الرقمين صفي عندي الخمسطعش شوفي عندي أعداد هون مربعة قريب للخمسطعش أقرب شي هو التسعة طبعا لازم يكون أصغر مو أنه الله ستعاش لا التسعة لذلك الخانة التانية من الجواب أكيد حتكون تلاتة بقيها نقرر أنا هل هي تسعة وثلاثين أو واحد وثلاثين بيجي هل تلاتة هاي بضربها بالرقم اللي بعده مباشرة اللي هو الأربعة بيعطيني 12 هل الخمسطعش أصغر من الـ 12 لا أكبر فبأخذ الرقم الأكبر لذلك الجزر الـ 1521 هو تسعة وثلاثين كمان مثال آخر إذا كان عندي طلع لألم الأبيض 2809 قديش جزر الـ 2809 مثل ما قلنا بتطلع على الرقم الأول هو تسعة وين في عندي تسعة هون بالبداية هون عندي تسعة وهون عندي تسعة فبالتالي الجواب بدايته إما ثلاثة أو سبعة هون تسعة ثلاثة مربعة تسعة وسبعة مربعة تسعة واربعين فبالتالي جزر الـ 2809 بداية الجزر إما حتكون ثلاثة أو سبعة بيش خط على الرقمين هلأ هدو صفي عندي 28 شوفي عندي مربع هون قريب لـ 28 25 لذلك 25 هي مربع الخمسة فالخانة التانية من الجزر من الجواب أكيد حتكون خمسة صفي أعرف هل هي 53 أو 57 ببساطة بدرب الخمسة هاي بالرقم اللي بعدها اللي هو الستة بيعطينا 30 هل الرقم 28 أصغر من الـ 30 نعم لذلك بأخذ الرقم الأصغر لذلك الجزر الـ 2809 هو 53 أيضا نشوف آخر مثال على هالفكرة هاي إذا كان عندي الرقم 7 9 2 1 يعني 7,921 قديش جزرة لهذا الرقم طبعا رقم كبير وأكيد ما ليحافظه فبالتالي بتطلع على أول خانة أول خانة بدايتها 1 فأنا عندي هاي واحد وهي واحد لذلك إما البداية بداية الجواب واحد أو 9 بش خطل لها الرقمين هدول عندي 79 شوفي عندي مربع قريب للـ 79 وأصغر منه لـ 64 لذلك الخانة الثانية أكيد حتكون 8 لأنه 64 هو أقرب شيء للـ 79 والـ 64 هو 8 مربع فالجواب أكيد هيكون الخانة الثانية فيه 8 طيب مين 81 الجواب ولا 89 بيجي هالـ 8 هاي بضربها بالرقم اللي بعدها مباشرة اللي هو التسعة بيعطيني 72 هال التسعة وسبعين قريبة للـ 72 أكبر عفوا من 72 نعم أكبر لذلك بأخذ الرقم الأكبر لذلك جزر الـ 7921 هو 89 خلونا نتأكد من الآن الحاسبة طيب حسب ما أنت تتأكد لحالك أنا حتتأكد لك جزر إذن الرقم هو 7 9 2 1 7921 بدي إجزره فبرفعه للقص مص ملاحظ أنه طلع الجواب مثل السحر 89 أتمنى تكونوا استفدتوا ولا تنسوا تجربوا أرقام كيف أنت ممكن تجرب الطريقة بتجي بتضرب شي رقم مثلا 75 ضرب 75 بيطلع معك الجواب 5625 بتعب تجي لهن بتجي بتحطوا لهدو الحافظة قديش إذن الرقم هو 5625 يا تورا هل حيطلع معي الجواب 75 بالطريقة تبعي حنتأكد الـ 25 هون عندي 5 وين في عندي 5 هون ببداية ما في غير هون لذلك أكيد حيكون هذا الرقم 5 بش خطر لها دول الرقمين 56 شو في مربع قريب إلى 7 أصغر مننا طبعا 49 لذلك الجواب بيكون 75 هون ما عندي رقمين أنا لأختار بيناتهم شوف من أصغر ومن أكبر خلص ما في غير 5 ما في غير خيار واحد اللي هو الخمسة إذن جواب جزر 5625 هو 75 مثل ما قالت لك لا تنسى تجرب الطريقة في حال عندك أي استفسار أو في حال طلع معك رقم ما زبطت عليه الطريقة ياريت تتخبرني بتعليقات إلى اللقاء بفيديو مقبل ترجمة نانسي قنقر